بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي المشاهدين فيديو اليوم عن مندي الدجاج على الجمر كما هو موضع أمامنا في الفيديو بنولع الحطب ونستنى لما يصير جمر بعدين بنجيب معنا الدجاج طبعا نظيف وجاهز وكل الابهارات والتوابل عليه الصرصة والسيمسم والفلف الأصمر والملح وكل التوابل والآن بنجيب برقة الدجاج وبنحط عليها الرز والباقي المكونات المكونات رح يتلاقوها في صندوق الوصف من برسل وكمون وفلفل الصمر وبهارات الدجاج وبهارات الشوي والآن سبحان الله بعد ما حطينا الطنجرة على الجمر بنص ساعة وهنا طلعناه وهذا الرز من نوع البرسمتي هذا رز فاخر في الأسواق الفلسطينية يبين عمل منه المندي وهنا الآن المندي تابعنا أصبح شبه جاهز الآن بنطلع الفراخ أو الدجاج من الجمر ومن البرميل كما هو موضح أمامنا في الفيديو يعني أفضل طريقة لعمل المندي على البرميل كما هو موضح أمامنا في صورة الفيديو وفي النهاية رايحين ننشوف المندي الدجاج على الرز بالخضار كما هو موضح أمامنا الآن شايفين أتمنى الفيديو ينال إعجابكم